تعكس العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت قوة وأهمية متزيدة في الفترة الأخيرة حيث شهدت هذه العلاقات نموا ملحوظا بفضل الزيارات المتبادلة والجهود الاستثمارية المشتركة وتعتبر مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الكويتية خاصة بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز من مكانتها كسوق مالي استثماري متقدم مزيد من القوة والأهمية تعكس العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت التي تعززت بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادات السياسية والوفود الاستثمارية أيضا إذ استطاعت مصر أن تعزز من مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات خاصة في ظل ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية عكست ملامح وشخصية الجمهورية الجديدة فهناك إرادة حقيقية لدى المستثمرين الكويتيين لزيادة تلك الاستثمارات في السوق المصرية والتي ينظر إليها على أنها سوق واعدة تتيح مصر عوائد استثمارية جاذبة للمستثمرين إضافة إلى ما تتيح من فرص إعادة تصدير المنتجات إلى الأقاليم الجغرافية المرتبط بها اتفاقيات معاملة تفضيلية بالنسبة إلى مصر سواء على مستوى القارة الإفريقية أو الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية والدول الأسيوية كل هذا إلى جانب ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي فمع تولي الرئيس عبد الفتاح سيسي الحكم تم التوافق على إنشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وزيادة التنسيق التجاري والاقتصادي بينهم وفي الثامن عشر من فبراير من عام 2015 أصدرت وزارة التجارة قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي ونص القرار على أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن نشاطات ومقترحات وخطط المجلس المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والكويت ليسهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل العديد من المشروعات في مصر تجاوزت خمسين مشروعا ضمن قطاعات متنوعة باستثمارات تقترب من أربعة مليارات دولار وتضم محفظة التعاون مع الصندوق كذلك أربعة عشر منحة فنية بقيمة وصلت إلى ثمانية وأربعين وستة من عشر مليون دولار بينما تضم محفظة التمويلات الإنمائية الجاري تنفيذها مع الصندوق الكويتي للتنمية أكثر من عشرين مشروعا بقيمة استثمارية تجاوزت مليار دولار من بينها مشروع لاستصلاح أربعمائة ألف فدان في شمال سيناء وتنفيذ محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة وإنشاء خمس محطات لتحلية المياه في سيناء